كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه وغير بهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده نفث على نفسه ومسح عنه بيده تقول فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه رجاء بركتها يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الوهن وهو في الاحتضار وهو على فراش الموت عائشة تأخذ بيده الشريفة رجاء بركتها فتمسح على نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها روى البخاري ورقاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله ارقيك في احد المناسبات المرات جاءه جبريل رقاه بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس يعني سواء كان العين العين حاسد العين هذه أو بمعنى الآدمي من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك رواه مسلم كان عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فكان يعوذهما ويقول اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ذات السم الذي يقتل الهامة ومن كل عين لامة التي تلم وتصيب بالسوء إذا حلت بالشيء يعني يقول عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين وهو يعوذهما هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق واسماعيل ابنيه عليه السلام رواه البخاري والتنمذي والأفضل ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعضاء جسد المريض بيده الشريفة كما فعل مع سعد رضي الله عنه في مرضه فوضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرة رواه البخاري والمسلم علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نرقي أنفسنا ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجده وحاذر رواه مسلم فالله عز وجل من عظمته وعزته وربوبيته أنه هو الشافي وحده الشفاء بيده لا شافي إلا هو لا طبيب ولا خبير ولا استشاري الشافي هو الله يقدر الأسباب وإذا مردته فهو يشفين يقول إمام بن عبدالبر رحمه الله فالبرء ليس في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل أو أن يقدر وقته وحيله قال وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطب يعالج أحدهم رجلين وهو يزعم أن علتهما واحدة في زمن واحد وسن واحد وبلد واحد وربما كان أخوين توأمين غذاؤهما واحد فعالجهما بعلاج واحد فيفيق أحدهما ويموت الآخر أو تطول علته ثم يفيق عند الأمد المقدور له هذا كتاب التمهيد من عبدالبر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام توسل في هذه الرقية إلى الله بكمال ربوبيتي الله ما رب الناس وكمال رحمته بالشفاء أذهب الباس مذهب الباس مذهب الباس وأنه وحده الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاءه فتضمن التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته زاد المعاد فالمريض يتوسل إلى الله بربوبيتي العامة اللهم رب الناس أنه الله الخالق المالك المدبر خلقتني أنت تمرضني وأنت تشفيني قدرت علي المرض أسألك الشفاء أسألك أن ترفعه الطبيب سبب الدوى سبب الشافي هو الله أنزل القرآن رحمة للعالمين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء جعل الله القرآن شفاء لأمراض القلوب شفاء من الوسواس والنفاق والشك والشبهات والشهوات والحسد وسوء الظن ماذا تريد من أدواء القلب وأمراض الأبدان أيضا شفاء قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل القرآن شفاء والمعوذتان أفضل ما يتعوذ به والفاتحة هل تقاوم الجراثيم كلام رب الأرض والسماوات ولذلك استشفاء بالقرآن عبادة عظيمة أن فيها لجوء إلى الله بكلامه لجوء إلى الله بكلامه استشفاء بكلامه هذا ما هذا أعظم الأدوية أعظم الأدوية ولذلك حتى سواء كانت الأمراض يعني حسية معنوية قلبية نفسية جسدية العلاج ينفع فيها كلها القرآن ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء منه هذا القرآن لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله وأنزل الله أدوية حسية وأخبرنا عن مكام للأدوية حب السوداء والعسل والحجامة والسنة والسنوت والعود الهندي والقصد البحري فيه كل أخبرنا عن مكام مكام للأدوية والرقية علاج عظيم ولا تفريق ترى ما يجي واحد يقول أنا صلت بمرض أستعمل القرآن ولا أروح للمستشفى يا أخي استعمل استشفي بالقرآن واذهب للمستشفى ليش نفرق ليش الفصام ارقي نفسك واذهب للطبيب ارقي نفسك سوي عملية ارقي نفسك وابلع حبوب الدواء ما في تعارض ما في تعارض ترى القرآن يعني ما يضر لا يضر هذه الأدوية تضارب مع بعض أدوية أهل الدنيا أما هذا الرباني الرباني هذا هذا ما يضر وإن تضارب مع شيء بل ربما بل ربما أفاد في إبعاد الأضرار الجانبية لبعض الأدوية أقول ربما أن هذا القرآن يفيد في إبعاد الأضرار الجانبية لبعض الأدوية ولذلك اجمع بينهما يا عبد الله ولا تقول هذا أو هذا وقد لا يوجد علاج أصلا عند الأطباء قد يقولون لك ميؤوس ما نعرف ما عندنا ما ما وصل علمنا إلى شيء عجزنا والقرآن يؤثر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا العافية والعفو إنه سميع مجيب صلى الله عليه وسلم